موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معنا مرة اخرى كانت منى تكونوا بالاخير وعلى اخير بالنسبة لي كانت هذه اول مرة تشاهد فيها فيديو في هذا القناة ما تنساش انك تشارك وتفعيل زر الجرس باش توصل بكل جديد ان شاء الله في هذا الفيديو سنضره على تسجيل في التسعة حرة وستة حرة دورة 2022 فبالنسبة الموعد المرتقب لانطلاق تسجيل في التسعة حرة وستة حرة دورة 2022 لعمل اللي فايت عنات وزارة التربية الوطنية على انطلاق تسجيل في السعة حرة وستة حرة النهار 10-12 سنة 2020 اذا فيرتقب كذلك هاد السنة انطلق تسجيل فيهم في الشهر الجاي ان شاء الله شهر دجامبير اما فيما يخص الشروط المطلوبة لتسجيل في التسعة حرة وستة حرة بالنسبة للتسعة حرة كيطلبوا شرط واحد فقط هو انك تكون نجحتي في السادس ابتدائي وداز على الاقل جوز سنوات على اخر عام قريتي في السادس اما بالنسبة للسادس الحر بالنسبة للتسجيل في السادس الحر فما يطلبوش اي شرط فإلا كنت يخرج دي من السادسة الخامسة ابتدائي او الرابع الى اخرى فبإمكانك تدفع السادس الحر وايضا في حالة قاعدة ما تستيش في مدراسة وما قريتيش في مدراسة بإمكانك تدير السادس الحر اما فيما يخص طريقة ترشيه السادس حر او التسعة حرة فكتم عبر جوج دي الخطوات الخطوة الاولى هي انك تسجل في الموقع الالكتروني وكتحمل صورة حديثة على هذا الموقع صورة حديثة وكتدخل معلومات الشخصية والمطلوبة منك هذه هي الخطوة الاولى هي تسجل في الموقع الخطوة التانية هي تضع ملف الترشيح بالنيابة هذا ملف الترشيح يكون من عدة وثائق هي على الشكل التالي وصل التسجيل في الموقع الالكتروني او الوثيقة هي وصل التسجيل في الموقع الالكتروني من اللي كتسجل في الموقع الالكتروني للخطوة الاولى كتخرج واحد لو وصل منه عدا كواصل للتسجيل وأيضاً كتجيب شهادة مدراسية في آخر مدراسة كذا هو قريط lying to you كتمشي الآخر مدراسة كريطية فيها وكتجيب شهادة مدراسية بالنسبة للناس اللي غاي تفعل等一下 حرة أما بالنسبة للناس اللي غاي تفعل السادز حرة لما كانت يجيب استيفاً مدراسة فما كتجيبش أي شهادة مدراسية وأيضاً كتجيب عقد الإزدياد عقد الإزدياد كتجيبهم المقاطعة وايضا كتجيب شهادة السكنة بعض النيابات ما كيطلبوهاش هاد شهادة السكنة كتديرها عند المقدم دياللي هومة ديالك وايضا خمس صور فوتوغرافية بعض النيابات كيطلبو قل وبعض النيابات كيطلبو اكتر بالنسبة الوثيقة الاخرى هي اه كتجيب خمسة اضريفة بريدية خمسية ديال الجواية كتدير فيهم تابر عادي والاسم والعنوان ديالك وايضا التزام متعلق بزاجة الغيش هاد الالتزام كتخرجو من الموقع الالكتروني نيت الموقع الالكتروني تسجل تيبي كتخرجو وكتقالي زي وايضا بالنسبة الناس اللي ما بغنش يدوزو تربية البدانية كيجيبو شهادة الاعفاء من التربية البدانية شهادة الاعفاء من التربية البدانية كتشريها في المكتابة تشري شهادة لإعفام التربية البدنية وكتدية السبيطر لحومة ديالك أو أي سبيطر عمومي وكتعمرها تمك أما بنسبة الوثيقة الأخرى هي بنسبة الناس اللي في وضعية إعاقة كيديروا طالب للاستفادة من إجراءة كيف شرط إجراء الإختبارات والتصحيح وكيعزوا بملف طبي يتبت الإعاقة وللإشارة فرعة التاسعة حرة كيدوزوا جوج امتحانات في السنة الامتحان الأول كيكون في آخر الدورة الأولى والامتحان الثاني كيكون في آخر الدورة الثانية أما بنسبة الناس فكيدوزوا امتحان واحد فقط كيكون في آخر السنة كيبدأ في آخر شهر خمسة